ويوم 28 ديسمبر 1943 توفي جعفر ولي باشا الرئيس الرابع للنادي الأهل توفي الرجل اللي أطلقت عليه القب عديدة منها شيخ الرياضة ونصير الرياضة وسلطانها كانت صدمة كبيرة وفي كل الأوساط السياسية والثقافية والرياضية وتبارت الصحف في نشر مآثر وأفضال جعفر ولي باشا فكتبت الأهرام يوم 29 ديسمبر سنة 1943 انتقل إلى دار البقاء رجل من رجال مصر المعروفين هو المغفر له جعفر ولي باشا العضو في مجلس الشيوخ وأحد الوزراء السابقين لبى نداء ربه في الليلة البارحة فشق مصابوه على عارف قدره والمعجبين بأدبه وفضله لا سيما المهتمين بالشؤون الرياضية فقد كان الفقيد رئيسا للنادي الأهلي للرياضة والتربع البدنية وله في هذا المدمار خدماته الجليلة وهذا علاوة على ما ساهم به في الجهاد الوطني وفي خدمة الأدب العربي بعلمه والطلاعه ونشاطه وانعاه النادي الأهلي في الصحف وجف الأهرام يوم 29 ديسمبر 1943 ينعي النادي الأهلي الملك للرياضة البدنية رئيسه المغفر له جعفر ولي باشا الرياضي الكبير وصاحب الفضل الأول على النهضة الرياضية في مصر والرجل الذي أسس واشترك في تأسيس أجلب اتحادات الألعاب المختلفة وجاهد السنين الطوال حتى جعل للرياضة شأنا عظيما والقيمة جعفر ولي باشا الكبيرة نظمت له الدولة جنازة رسمية عند بيته في المطرية وكتبت الأهرام تحت عنوان الاحتفال بتشييع جنازة المغفر له جعفر ولي باشا احتفل بتشييع جنازة المغفر له جعفر ولي باشا في مشهد مهيب يليق بمكانته السامية فخرج مشهد الجنازة من السرادق الكبير الذي نصب بجوار محطة كبر الليمون في الساعة الثالثة بعد ظهر أمس في موكب حافل تتقدمه ثلة من جنود البوليس ففريق من جنود حرس البرلمان ففريق من الكشافة بموسيقاها فأكليل الورد فنعش الفقيد يحيط به فرسان البوليس ومن ورائه حضرات المشيعين يتقدمهم حضرة صاحب العزة محمود يونس بيك التشريفاتي موفدا من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك واكتمع مجلس إدارة النادي الأهلي في اليوم الثاني 30 ديسمبر 1943 1943 في جلسة طارئة وأعلن إيقاف الألعاب بالنادي لمدة أسبوع تنكيس العلم لمدة أسبوع إقامة حفل تأبين في دار الأوبرا يدعو إليها النادي الأندية والهيئات الأخرى التي ترغب في المساهمة فيها